إن أولى خطوات تحرير الفرد والمجتمع من مختلف العقبات السياسية والاجتماعية هي تحرير مخيلة الجيل الجديد من خلال الثقافة والتعليم هذا ما تؤمن به مؤسسة الرؤية الفلسطينية ومعها أيضا عدد من المؤسسات الشريكة لتنفيذ مشروع بحمل عنوان شبابنا أدها بسعدنا اليوم بحكي عن هذا الموضوع عن المشروع اللي بيستهدف مدارس أيضا في القدس مجموعة من المدارس وأيضا الطلبة هناك مع مدير المشاريع في مؤسسة الرؤية الفلسطينية أحمد ياسين معنا من داخل الستوديو صباح الخير أحمد صباح الخير أحمد أهلا كيف أصبحت؟ تمام حمد الله بداية نقول للمشاهدين لمحة سريعة تحكينا أكتر عن مؤسسة الرؤية الفلسطينية مؤسسة الرؤية الفلسطينية عم نحكي عن مؤسسية أسست بعام 98 لتقديم خدمات للشباب المقدسي تحديدا نشأت من فكرة أو حاجة لهذا الشباب اليوم نحن نقدم خدمات للشباب المقدسي بشكل خاص والشباب الفلسطيني بشكل عام بداية بتطوير القدرات تعزيز الهوية المقدسية العمل على تثبيت أهل القدس في مدينة القدس وبالتالي خلق كادر أو خلق جيل واعي مدرك بإحتياجاته ومدرك بالوضع السياسي والثقافي والاقتصادي القائم وبالتالي لنقدر نخلق ثقافي أو عقلية اللي هي نمسيكم بهالأرض نمسيكم بهالهوية إذن مشاريعكم بشكل أساسي بمدينة القدس حكينا عن هذه المشاريع تستهدف فئة معينة طلبة مدارس أو احكينا المشاريع بأي مجالات وأي فئات؟ بالضرورة نستهدف فئتين عمريات مختلفات نبدأ من 13 إلى 16 سنة ننتقل من 17 إلى 25 أو 26 تدخلات نعم تكون حسب احتياج المجتمع دائما هناك دراسات مختلفة لعدم وجود مصدر واضح في القدس عن إحصائيات وعن دراسات وإحتياجات معينة فدائما هناك دراسات مستمرة من المؤسس إلى ما هي الاحتياج الأكبر لدى الشباب للتدخل فيه نتحدث عن برامج تبدأ من الإرشاد المهني ومحاولة له مساعدة الشباب على خلق فرص عمل في السوق المقدسي ومحاولة فحص ما هي درجة توافق السوق المقدسي مع العمل المهني وبالتالي حث الطلاب على التواجه للتعليم المهني انتقالا إلى كافة النشاطات التي تتحدث عن ثقافة القدس التاريخ، البلد القديم، زيارة القرى المهجرة، زيارة المدن المحتلة عام 1948 توعية هذا الجيل من الشباب حول القصة الفلسطينية للاحتلال في القدس انتقالا إلى تطوير القدرات الشخصية بالنسبة لنا كمؤسسة مجتمع مدني تعمر في القدس وبالنسبة للمجتمع المقدسي هي مهمة جدا نحن نتحدث عن تغيب كامل من الثقافة التي تمارسها سلطات الاحتلال باتجاه الطلاب المقدسيين، سواء من المناهج، سواء من التغيب المستمر سواء من وسائل الإعلام، من الإختلاط المجبر في داخل مدينة القدس وبالتالي القصة تتضارب، الهوية المقدسية لدى الشاب المقدسي في عمر معين حساس تتضارب قصص القضية الفلسطينية والاحتلال والاستيطان والجدار وكافة هذه الأمور يصبح فيها تضارب وبالتالي نخشى فقدان ثقافي فلسطينية، نخشى فقدان هوية فلسطينية ومن هنا تدخلنا يعتبر مهم وجزء أساسي وركيزي في المجتمع المقدسي لتعزيز هذه الفكرة، لنقول نحن موجودون، نحن نعمل هناك شباب مقدسي فاعل هناك شباب مقدسي مبادر، يعمل على تطوير المجتمع المقدسي لو كانت سؤالي، وهذا التحدي يمكن كمان كتير المشاهدين اللي راغبوا، يمكن في ناس تحضرنا من خارج فلسطين فيه تحدي كتير كبير بيعيشو شباب القدس زي ما قلت واللي الاحتلال طول الوقت بيحاول كمان ينزع المنطقة اللي اكيد كمان زي ما انت قلت بخلق تفاصيل خاصة بالشباب القدس قديش فعلا بتشوف انه كمان شغلكم فيه تحدي وقديش فيه تفاعل من الشباب المقدسيين مع نشطات مختلفة هل فيه عطش عند الشباب لمثل هاي النشطات ولا فيه ركود وعدم شعور بقدرة حتى على التفاعل اعتقد الاجابة تنقسم الى قسمين، القسم الاول هو قلة المؤسسات الفاعلة في القدس بتخلق مش عطش، بتخلق ايضا حاجة كبيرة لتقديم خدمات للشباب المقدسي الجانب الاخر بيعتمد على العقبات الاقتصادية والاجتماعية لدى الشباب المقدسي بمعنى اذا انا شاب مقدسي وبالتالي حالة عائلتي ليست ميسورة جدا وعلي انا ادفع ضرائب وعلي انا ادفع كثير من الاموال اللي استطيع ان نعيش وبالتالي سأتوجه لسوق العمل وبالتحديد الاسرائيلي واترك المدرسة واترك التعليم واترك كافة الخدمات لا استطيع ان اساعد عائلتي واهلي في المجال الاقتصادي ولكن الاغلبية واغلب الشباب المقدسي يدرك ان هناك غياب مؤسساتي في القدس فبالتالي يتوجه لأي برنامج يتم تنفيذه في مدينة القدس العقبات اذا بدنا نحصرها نحصرها كالتالي قلة المؤسسات المقدسية في القدس يقل من الخدمات مع العلم ان البرامج في مدينة القدس تحديدا هي نوعية لاختلاف الاحتياجات والاختلاف طبيعة مجتمع القدس القضية الثانية لا نلاحظ ان استقطاب الشباب في مدينة القدس هو صعب جدا بسبب العطش الموجود ولكن ايضا ندرك مصاعب الحياة لدى الشباب المقدسي فبالتالي نحاول تصميم برامج بأوقات مختلفة بنماذج مختلفة ونشاطات معينة التي تجذب الشباب بشكل اكبر ونحثهم على سواء الاهتمام بالتعليم والاكمال التعليمي للمساعدة الاقتصادية طيب عشان نقدر نفهم طريقة العمل وعشان كمان نقدر نفهم كيف تفاعل الشباب بالقدس هذا كتير مهم لإلنا كمشاهدين نعرف عن الاحتياجات كمان وعن الظروف والتحديات اللي بيعشوها وكمان عن شغلكم كمؤسسة مع فئات مختلفة خلينا نحكي عن مشروع اللي تقريبا عمره تسع أشهر اللي هو بيحمل عنوان شبابنا قدها اللي بيستهدف المدارس احكينا بشكل مفصل أكثر عن هذا المشروع شباب القدس يصنعون صورتها وشبابنا قدها كما اتفق على تسميته العامة كان نتاج لعدة سنوات من عقد قمة القدس الشبابية في مدينة القدس وبالتالي تم الحديث بأن هناك احتياج كبير للطالب المقدسي في مناحة مختلفة تتعلق بشخصيته وقدراته تتعلق بوعيه الكامل للقضية الفلسطينية وللوضع السياسي والاقتصادية والاجتماعي القائم هذا البرنامج يستهدف فئة عمرية من 13-16 سنة على ماذا يفعل البرنامج أو يهدف البرنامج بالتحديد لتعزيز الهوية المقدسية وبناء قدرات الشاب المقدسي لإيمان بأن نحتاج لخلق جيل واعي في هذه المدينة أحمد اكتر بشكل مفصل كيف؟ نتحدث عن باجي بالشرح نتحدث عن برنامج يقدم نشاطات ببناء القدرات في الإعلام والمسرح ليستطيع الشاب المقدسي نقل صورته بطريقة متحدرة تماماً نتحدث عن التصوير وصناعة الأفلام أيضاً لإكساب الخبرة لهذا الشاب في التعبير عن ذاته من خلال التصوير وصناعة الأفلام الوثائقية وبالتالي نقل معاناته اليومية بالمقابل نتحدث عن مهارات تتعلق بالمهارات الشخصية والحياتية من ريادة، من تكنولوجيا وتفكير إبداعي ونتحدث أيضاً عن الكتاب الإبداعي هذا في شق تقديم الخدمات من المؤسسة ولكن نحن أيضاً نتوقع من خلال تقديم خدماتنا لهذا الشاب أن يكون هناك مردود معين من قبله بمعنى هناك توقع من هذه المجموعات المستهدفة بتنفيذ مبادرات معينة تلائم الموضوع الذي تم تدريبهم فيه فهو سيكون هناك في شهر 9 القادم إن شاء الله عقب مؤتمر كبير يتم من خلاله عرض المسرحيات المختلفة التي خرجت بها المجموعات يتم عرض الأفلام المثائقية والصور يتم عرض كافة المبادرات التي نتجت هؤلاء الشباب نحن نلاحظ التغيير المستمر على شخصياتهم من خلال التدخل لسبب أساسي أننا نستهدف المناطق الأكثر تهميشاً في مدينة القدس من بيت صفافة جنوباً إلى جبل المكبر إلى الطور إلى سلوان العسوية وحتى كفر عقبه تقريباً عدد المدارس وعدد طلاب المستهدفين في الفترة الحالية نستهدف 13 مدرسة آمنين لزيادتها إلى 20 مدرسة نحن نقدم خدمة ل 650 طالب أو أكثر من 650 طالب أسبوعياً من خلال ورشات العمل المختلفة بالإضافة لهذه الورشات العمل قلنا أننا نحتاج إلى زيادة الوعي الثقافي المكاني أيضاً فاتجهنا باتجاه الجولات الثقافية للقرى المهجرة حول مدينة القدس تحديداً نتحدث عن الفتة، نتحدث عن سطاف، عن عين كارم، عن القسطل عن القرى المختلفة أيضاً إيقولونيا وهذه القرى التي هجرت في عام 48 وقريباً من مدينة القدس فقط لنخلق هذه الثقافة لدى الشاب المقدسي دائماً يسمعوا بهذه القرى أو حتى عندما يمرون بالشوارع يرون قرية لفتة ولكن لا يعرفون ما هي تاريخها، لا يعرفون لماذا هذه البيوت حتى الآن موجودة من عام 48 ولم تهدم لا يعرفون كثيراً عن معركة القسطل وعبد القادر الحسيني وكافة التفاصيل هذه الورشات تتم خلال اليوم الدراسي العادي أو تتم استقطابهم مناطق مختلفة أو حتى زيارتهم جزء من ورشات العمل يتم في أيام الدراسية ما بعد دوام المدرسة لمدة ساعتين أو ثلاثة حسب قدرة الطالب وحسب الاتفاق مع المدرسة ولكن في بعض الأحيان يخرج هذا الطلاب من قوقعة المدرسة إلى زيارة مؤسسات مختلفة من المؤسسة الرؤية للتعرف على المؤسسة وأيضاً تقديم ورشات عمل معينة في الورشة بالإضافة إلى الجولات التي تحدثت هناك هناك شركاء النيزك مؤسسة النيزك وأيضاً مؤسسة الفلسطيني للتعليم حدثنا عن دور الشركاء في هذا المشروع البرنامج بنشاطاته كبير جداً وبالتالي فضلنا التخصصية في هذا البرنامج فقلنا إذا نريد أن نقدم خدمات تفكير إبداعي وخدمات تكنولوجية نحتاج لتوجه لمؤسسة متخصصة وهذا بالأساس كانت توجهنا لمؤسسة النيزك مؤسسة النيزك التي كما يعرف الكثيرون هي تعمل في المجال التكنولوجي وأيضاً لها بعض التدخلات في مدينة القدس كما المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف وكان شركتنا أيضاً مع المؤسسة الفلسطينية تحديداً للتخصص في موضوع الريادة وفحص قدرة هذا الشباب على تقديم خطط المشاريع وعلى تغيير النمط السائد عن الوظيفة التقليدية للشباب في محاولة أيضاً حثهم على التفكير بطريقة مختلفة خلال فترة دراستهم والتوجه للسؤول ذكرت في البداية أن هناك تقديم الآن لخدمات ومحاولة هذه الخدمات قدمت بناءاً على احتياج الحقيقي عند الشباب بما فيه الإعلام، المهن، التكنولوجيا أيضاً المشروع سيمتد لثلاث سنوات، ما تتوقعوا في النهاية؟ دائماً في العمل التنموي نحن نأمل ونضع الفرضيات وبناءاً عليها نصنع التدخلات فبالتالي أملنا بهذه المجموعة وهذه المجموعة من الخدمات والنشاطات التي نقدمها لهذا الشاب المقدسي بأن نخلق إنسان واعي ببيئته، واعي بثقافته وقادر على نقل صورة الواقع المقدسي بشكل جيد سواء على المستوى الإقليمي أو حتى العالمي وبالمقابل لديه هذه القدرات الشخصية التي تؤهل من الاستمرار في الحياة وأخذ القرارات السليمة سواء في العمل، في المهنة، في الحياة الأسرية ومن هنا نحاول قدر الإمكان وهي مواجهة كافة الدغوطات الإسرائيلية الموجهة على هذا الشاب المقدسي هذا الكبت الكبير الموجود لديه نحاول تفريغه من خلال كافة هذه الخدمات والإضافة لهذا التحدي الكبير والوجود مثل هذا المشروح هو تحدي لوجود محتل داخل مدينة القدس ما هي التحديات التي توجهكم بالمشروح؟ سبق وذكرت فهم القضية الفلسطينية ينبع من فهم واقع القدس تحديداً وللأسف هذا الشيء ليس موجود لا بخطة استراتيجية للسلطة الفلسطينية ولا حتى بتوجه للأسف جماهيري خارج مدينة القدس وبالتالي من يعاصر مدينة القدس ويعمل بها أو يعيش بها يفهم التفاصيل الصغيرة والتوتر المخلوق من مدينة القدس نتحدث عن تحديين مختلفين تحدي قائم من عدم وجود مرجع سياسي موحد لمدينة القدس وبالتالي المؤسسات المدنية بشحها تقوم بشكل كامل مكان عمل الحكومة إذا كان هناك تدخلات للحكومة الفلسطينية الشق الثاني نتحدث عن المعيقات الإسرائيلية والاحتلال بمعنى تفرد الحكومة الإسرائيلية العديد من القوانين على النشاطات لسبب واضح أعتقد لجميع الفلسطيني هو الحد من الثقافة الفلسطينية وبالتالي محوها بالكامل بمعنى إذا تريد أن تقوم بأي نشاط داخل مدينة القدس وفيه تجمع شبابي صغير جدا لا يتعدى العشرين شاب في أي شارع تحتاج إلى ترخيص معين إذا كان هناك أي من النشاطات التي تتحدث بشكل مباشر عن فلسطين والقضية الفلسطينية وكان هناك بعض التحقيقات الإسرائيلية عن هذا النشاط من الممكن أن يتعرض مكتبك أو مؤسستك الإغلاق من فترة تم إغلاق مؤسسة يابوس لعقد مؤتمر عن التجنيد الإجباري والخدمة المدنية في كل تفصيل هناك مخطر ولكن عتبنا كمؤسسات مدنية ليس على معيقات الاحتلال لأنه احتلال وبالتالي نحن نفهم من أين تأتي هذه المعاقات ولكن عتبنا الآخر هو بهذا القدر من التدخل للسلطة الوطنية الفلسطينية أيضا الشحيح أين الدعم لهذه المؤسسات وبالتالي نحن نعلم أن هناك تدخل في مستوى التعليم على الأقل وهناك بعض المؤسسات الفلسطينية التي تعمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية داخل مدينة القدس ولكن أين الاستراتيجية الواضحة للشباب المقدسي تحديدا لا أريد أن نتحدث عن أرض ولا أريد أن نتحدث عن هدم بيوت ولا قرارات ولا عن الضريبة الأملاك التي يدفعها والأرنون التي يدفعها الشباب المقدسي والأهالي المقدسين ولكن أريد أن نتحدث عن أين هي الاستراتيجية لهذا الشباب المقدسي ماذا نريد منهم وإذا أردنا أن نتحدث عن دولة فلسطينية كما يدعون قائمة على حدود 67 متأسف تفضلوا شوفوا شو صار مبارح في عيد الاستقلال الإسرائيلي وما حدث من مواجهات وما حدث من مشاكل وما حدث من اعتقالات حتى في مناتك 48 وأين سلطتنا الفلسطينيين يحتفلون بانتخابات في جامعات ليس لها أي نتيجة بالنهاية فبدا لما نطالبه كمؤسسات مجتمع مدني كأشخاص نحرص على مدينة القدس لأنها مركز الصراع هو وجود فقط استراتيجية واضحة من قبل السلطة الفلسطينية بتعامل مع المؤسسات لهذا الشباب يا أخي تقدمون لنجد دعم كثير ولكن اذكرونا في خطباتكم وخلصنا هذا هو هذا سؤال ومطلب مشروع من مؤسسة تشطل مع الشباب المقدسي فكمان على لسان الشباب وحاجة الشباب المقدسي أحمد يعني كمان مهم أنه أنت كمان شاب وتشطل في هذا المجال وصار عندك تجربة حتى في مدارس مختلفة بالنهاية شو بتحكي لنا شيء يعني أنت بالنسبة لك عمل عندك مش صدمة ولكن تجربة قوية اللي شفت فيها واقع حقيقي للقدس وكمان هذا مهم أنت كمان اللي ذكرته لأنه حتى إحنا شباب نعيش بمدن فلسطينية مختلفة تفتصنا المعرفة أيضا عن العالم ما نعرف تفاصيل كتير بيعيشها كل يوم الطلاب المقدسيين ولا الشباب المقدسي بيبدأ من دفع ضريبة بيبدأ لتفاصيل يومية بيعيشوها وإحنا مغيبين عن هذا الجانب فأديش مهم كمان نسمع بالنسبة لك تجربتك هاي إيش في شكل عندك صدمة أو حتى دافع للعمل بشكل أكبر بعيدا عن عطش القدس لتقديم الخدمات ما يعتقد الشخص الغير مقدسي عن ابن القدس هو أنه مرفه ويذهب إلى البحر كل يوم وبالتالي لديه العديد من الفرص ليروح عن نفسه العكس تماما صحيح العكس تماما صحيح بمعنى السياسة الإسرائيلية الموجهة تجاه الفلسطينيين في القدس تحديدا وفي كافة فلسطين المحتلة بشكل عام قائمة على عدم المساواة في بعض الأحيان نلاحظ في كثير من المناطق بنية تحتية سيئة جدا نلاحظ أن هناك سياسة ممنهجة ضد الشباب المقدسي لتغييبه فكريا ما أريد أن أوصل لهذا السؤال تحديدا أن الشاب المقدسي هو من يحمل عبء المسؤولية للقضية الفلسطينية بشكل أساسي وأنا أؤكد من هنا أنه لا أحد يستطيع أن يعيش في مدينة القدس غير الشاب المقدسي مدينة متوترة تماما الصراع فيها ترى الصهيوني المتدين يتربس المشاكل للشاب المقدسي في البلد القديم وترى كافة الآفات والمخدرات الممنهجة التي تدخل إلى البلد القديم وغيرها من المناطق فبالتالي تصوري أو رسالتي الوحيدة هو البحث عميقا في احتياجات شباب القدس فهم واقعهم وبالتالي القدس هي ليست فقط باب العمود والمسجد الأقصى والمناطق الغربية المحتلة من القدس القدس هي جبل المكبر وما يعانيه من مشاكل في البنية التحتية هي العسوية وما تعانيه من دوما مشاكل مع جنود الاحتلال وحتى الطلاب تخيلي أن مدرسة ثانوية وإعدادية يتربس لها جنود الاحتلال كل يوم بعد الدوام يكون هناك سيارة ألية عسكرية فقط لعمل مشاكل مع طلاب المقدسيين في العسوية تحديدا وبالتالي أخذهم إلى السجن وعمل مشاكل لهم هذه التفاصيل الأصغيرة إذا إحنا كفلسطينيين خارج مدرسة القدس ما دورنا عليها وما قرأنا عنها وما فهمناها وما سألنا شباب المقدسي أبداً لن نفهم القضية المقدسية ولا نفهم إيش هو الواقع الخاص من مدرسة شكراً لك أحمد على وجودك معنا وعلى كل هذه المداخرة وأتمنى لكم التوفيق في هذا المشروع وتكونوا حاضرين معنا كمان في المستقبل سنتقل إلى الفاصل ونشوف أشهرنا لكم بفقرة يوتيوب وراجعين